الاصدقاء السلام والله عليكم ومرحبا بكم في تحليق المباريات الاخيرة دي الفورق الوطنية او الفورق الوطنية اللي مشاركة في الكؤوس القارية دي الافريقية فكنضن على ان الوداد الرياضي كما حدرت سبق لي تذكر ان فريق سينبا غادي يكون مستعد بشكل كبير طاكسيكيا وابدنيا غادي يكون مستعد بشكل كبير للمباراة دي الفريق الوداد الرياضي الوداد الرياضي دخل بتشكلة تارية موطيع عطية الله زولة ابو الفتح وابن عيادة الداودي وجبران والحسوني ابو سفيان وبوهراء واحداد فالكل كيقول على ان كما كان متوقع تشكلة غا تكون تسعين في المئات قريبا غا تكون هدية تشكلة رسمية فكنت فاجئه بدخول احداد في تشكلة رسمية فقريدو اه مزاجية ديالو يعني سوء سدبير ديالو المباراة تخصى المباراة الكبيرة فكنضن على ان اه اه قام احداد تشكلة رسمية اللي عندو نقص كبير في المباراة فما كيشاركش واحد عدد كبير ديال المباراة ملي كان محتاجر في فريق الزمالك وكذلك من الفريق الراجع الرياضي فعندو نقص المباراة كتجي كتعطيه واحد مهمة مهمة صعبة وكنضن على ان الاختيارات اللي كانت يخصت تكون كان يخصت يكون مترجي مكان احداد زهر المترجي واللي كان يمكن كما سبق اليد ذكر في الحلقة الفريطة انه اه يعني زهر المترجي هو اللي كان ارجح انه يكون بلاس اه زولا اه عفوا بلاس سامبو فكنضن على انه اه اه زولا قدم مقابلة كبيرة في المستوى بين علاقة تالية كبيرة في المباراة وكذلك الحارس موطيف فاللاقيبين الاخرين ما مقدموش واحد المباراة كبيرة لاختيارات طاكسيكية ديال المدريب قاريدو ولك يتحمل المسؤولية الكاملة ديال هزيمة قنضن على انه فريق الويداد الرياضي يخصو استجمع الاوراق دياله انه يحضر قاريدو على يعني عد اختيارات وعد المزاجية دياله وانه يقرأ الخصم بشكل كبير وانه استد جميع المنافذ وسط الميدان مكاش مصر متركز متمركز بشكل كبير اه اه واختيارات طاكسيكية ديال وسط الميدان ديال فريق الويدادر يدي ما كانش محسوبة كنضل على انه اه ربوع ساعة الاولى يعني خمسة تنسى دقيقة الاولى فكيبالك اللاعبين حب الطويل ديهم من الارض وكتبالكوا حتى راخي كبير في وسط الميدان خصوصا اه الداودي وجبران والحسوني الحسوني كان غائب تماما تساؤل كبير حول اداء الحسوني في المباريات الاخيرة مع فريق الويداد الرياضي فالمفروض على انه قريضو في عوض مع انك اه تبدأ يعني كما كان قولو احنا ادر مشاكل في وسط اللاعبين والعائلة اللي جمعها الرقراقج جدا يعني وتفرقها فكنضن على انه كان خصك جمع اللاعبون جمع المحيد دي الفارق الويداد الرياضي وباش يكون واحد اللاعبين بشي اديوا اداء جيد فقريضو اه مزاجية اللاعبين فكتبالك انهم اللاعبين ما كانوش مهيئين اه دهنيا للمباراة وكذلك بدانيا فكنضن على انه اه بورة قدم مقابلة في المستوى كذلك اه يعني اللاعبين ابو سوفيان كان غائب على المباراة الاخيرة فاق حمتي بتشكلة الرسمية ما اعطاناش اه خصا اه على مستوى الهجوم ما اعطاناش المطلوب من اه ابو سوفيان ابو سوفيان لاعب كبير وعنده كل الامكانية انه يكون في تشكلة الرسمية دي الفارق الويداد الرياضي عطيت الله مباراة الاخيرة كذلك لم يكن في المستوى فبجريبته الكبيرة عطى ديره مع المنتخب الوطني فكنضن على انه اه عطي الله عنده اه ما يعطى الويداد اه اللهم الاختيارة الطاكسيكية دي القاريدو هي اللي اه بعترط الاوراق دي اللاعبين فا اه اه كنشوف على انه اه الداودي يعني اللاقة البادنية دي له خصا تتحسن بشكل كبير وخصو يعني يدخل في في العقلية دي اللاعبين دي الداودي دي عفوان دي اللاعبين دي الويداد وانه اه العصبية دي له الغير لازمة ولاحظناها انه اللاعبين تنرفزوا بشكل كبير لا بن عيادة ولا بورا ولا اه الداودي ولا الحسوني فا اكتبلكوا حد العصبية كبيرة هناك تساءولات كبيرة اه على هد العصبية اه خاص اه الويداد الرياضي والطاقم التقني انه خصو يهد من اه من العصبية دي اللاعبين وانه مركزوا بشكل كبير في المبارايات فالمباراة القادمة واحد صيف ركتشكل عائق كبير ونتيجة اه نتيجة فخ الفريق الويداد الرياضي فخصو يسجل هدفين وميسجل عليه تهدف او تلاتة اهداف فاك نظن على انه اه المباراة القادمة غاد يكون سامبو غاد تكون نهج تاكسيكي في مستوى خاص الويداد انسى المباراة دياله وفكر في مباراة قادمة وفكر في مكامن ضعف دي الفريق اه سيمبو اللي هي معروفة هي هي المدافعين المدافعين يعني دي الفريق السيمبو اللي مكيجيش الدفاع بشكل كبير فالويداد خصوهم يركزوا بشكل كبير وانهو محققوا نتيجة ايجابية ومنساو عليهم هذه المباراة وفكروا في المباراة قادمة كل التفكير الان في اه في العبور الى الدور اه الموالي فاللاعبين خصوهم يكونوا ايد وحدة وانه غالدوا يستجمع العائلة ديالويداد وانه اه يموتي باللعابة ويعطيهم واحد شحنة على انهم يقدموا مباراة في المستوى المباراة ديال اه الرجاء الرياضي فالرجاء الرياضي دخل بتشكيلة التالية اه اه ازنيتي بنتيك وكذلك فصراحة المدربين ديال الرجاء ولا ديالويداد ولا ديالجيش الملاكي فكيرتاكبوا اخطاع في اختيارات ديالهم فا اه كنشوفوا اه اللاعب الناهيري كيدخل بتشكيلة رسمية عندو غيات كذلك المباراة وكنشوفوا على ان فارق اه الاهلي المصري ركز على الجهة اليسرى اه اللي كان فيه الشحات وركز كذلك على الجهة اليومية اليمنى اللي كان فيها اه بيرسي طاعو كنظن على ان كان فارق الاهلي المصري بتاريخ ديالو بجれる بتول كبيرة. اه الاهل المصري كان يعني توقعات دي المجرايات دي المباراة فكان اه عارفش كي يدير وعرف ما كان من الضعف وعرف اه الهدوء دياله واختيارات تاكسيكية دياله فمدريب كبير وعرف كيفاش ياخد اه المباراة اللي كان اه اللي كان ان الرجاء الرياضي بلاعبين ديال الكبار كان يمكن يحقق نتيجة ايجابية فالجزئية البسيطة اللي عليها المباراة فالراجاء الرياضي قدم مباراة جميلة ولكن هناك جزئيات بسيطة كتلعبوا عليها الفورق الكبيرة كالاهل المصري. اه اه التغطية يعني التغطية خصوصا تغطية ديفاعي دي الجيهة اليسرى وكما اسبق اليد ذكر فانا قلت بحنا فارق الاهل المصري غاد يركز على الجيهة اليسرى وعلى التغطية اللي ما كتكونش بالشكل المطلوب ديال اللاعب بنتيك فاللاحظت التمريرة ديال اه ديال العالي معلول كانت في الجيهة اليسرى وسوء التغطية ديال ديال اللاعب اه ديال اللاعب بنتيك فاتسجل منها الهدف اللي سجله مدافع مدافع اللي كان اه دار واحد تبادل المراكز ما بين ما بين اه اللاعب اه عطية اللاعب عفوان اللاعب مروان عطية واللي يعني دار واحد تبادل المراكز ومشى اه الهجوم وسجل الهدف الاول هدف التاني فجاء اه كذلك اه سوء المراقبات يا الحافيدي الى الشو اللاعب يعني اللي مشى بالكورة فكنضن على ان بير سيطاو يعني كان احدى اللاعب الحافيدي فاتغير اللي قام به المندر مندر مندر الكبير فما كانش محسوب مندر كبير ما قراش المباراة كما يجيب فاللاحظنا ان التغييرات ديال مندر الكبير لم تكن في المستوى المطلوب فالتغييرات ما كانش محسوبة وكانت عشوائية صراحة فسوء قراءة قراءة يعني اه مجرايات المباراة والتوقعات ديالك المباراة وقراءة الخصم لم تكن في المستوى فما كانش في المستوى المطلوب فكنضن على ان الا بغيتي تلعب مع الاهلي المسريفة ما خصكش ضغط عليه في المنطقة دياله إلا بغيتي تفوز على فريق الأهلي المصري فعنده كيوقع لي رتيبك خصصا في محور الدفاع ما بين متولي وما بين اللاعب محمد عبد المنعين فكن نظن على أنه ما كانش محسوب خصوصا دخول اللاعب الهبطي دخول الهبطي بتشكلة رسمية وكما كنا كنا سلفلين الذكر فأن اللاعب الزرهوني يمكن جريب طول كبيرة أنه وقف عليه معلول الخطورة كانت تجي دائما ودائما الفريق الأهلي دائما الخطورة كانت تجي من الجياليوسرة عن طريق علي معلول وحمد فتحي أو السولية أو اللاعب يعني مروان عطية اللي قدم مقابلة في مستوى كان شو في وسط الميدان وساط الميدان ديال أهلي المصري كان مرتاح وكان كيلعب كما بغى في وسط الميدان وتحكم في المجرايات المباراة فلو أن زريدة سجل هدف الهدف الأول فرصة اللي كانت من دهم لجيال اللاعب زريدة فكانت المباراة تأخذ طابع آخر وكان فريق الرجاء الميدان وعنده كل إمكانية فريق الرجاء ريدي أنه يفوز يفوز من المباراة خاص غير التركيز وبعض بعض الأحيان يعني تا يعني تا بعض أحيان اللاعبين كيف تقلوا ريتم المباراة اللي من هد من هد من هد في هد المستوى فالأهلي العناصر ديال الفريق الأهلي المصري كتلعب تقريبا آآ سبعين في المئة من من اللاعبين ديال أهلي المصري كي لعبوا في المنتخب الوطني آآ عندهم ريتم ديال المباراة العالية فالراجاء اللاعبين باقي ما باقي يخصموا حد خدمة كثيرة وخدمة كبيرة بتحسين المستوى ديال اللاعبين وديالأداء بعض اللاعبين فكنشوفو آآ مندر كبير كي قوم بتغييرات ما ما عندها تشي آآ مفايدة الراجاء الرياضي بتشي حاجة فدخول الحافة دي في الدقيقة الأخيرة معتاش الأوكل دياله كذلك دخول اللاعب آآ وسط الميدان الدفاعي معتاش الأوكل دياله وكنشوفو على أن آآ المدرب آآ المدرب ديال فارق الأهلي المصري كي قوم بتغييرات اللي قطة الأوكل ديالها وكذلك تغيير ديال الحمد يفتحين اللي يستجل منه الهدف الثاني فهدفين آآ كنحس بأنه فارق الراجاء البيضاوي واللاعبين دياله وأنهم النهاره وأنهم كيقوم فما زال مباراة 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 ديالرسول كنقول على أن الراجاء الرياضي تقدر تقدر خاصة ترفع من المعناويات وجميع الفعالية ديال الراجاء الرياضي لا من الجمهور ولا من صحافة أنهم يخصم رفعهم المعناوية ديال لاعبين وأنهم بإمكانهم أنهم يمروا يمروا الدور الموالي فبقى الكورة بقى الكورة الآن على الراجاء يخصم حسنهم المستوى ديالهم وأنهم يفكروا أنهم رأي قدروا يفوزوا وقدروا يدوزوا الدور الثاني فكنتظن على أنه فارق كذلك الجيش الملاكي اللي يخيب الأمال ديال الجمهور المغربي في الصيفة عامة فالجيش فارق الجيش الملاكي قدم مستوى باهد وباهد جدا فذا كروز يعني كنظن على أنه نفس الشيء مدريب لم يكن يعني في المستوى المطلوب ديال هاد المباراة اختيارة وكذلك العناصر وسط الميدان ديال فارق الجيش الملاكي لم تكن في المستوى المطلوب عندك لاعبين في المستوى عندك لاعبين كبار عندك فارق يقود يعني الدوري المغريبي اه انت لاعب مع فارق يعني ما كيتزعمش الدوري الجزائري اه كنظن على أنه كان ممكن أنك توصف عقر الدار ديال اه بخمسة جويلة اممكنك توصف العناصر ديالك القوية باللاعبين ديالك القويين وكندول كنشوف انك دخلت اه العربي الناجي وحريمات وسط الميدان ناس لمشكل يعني دي اللاعي ديال الفورق للويداد ولا الراجع الرياضي ناس لمشكل فدخلت يعني خليت الدراج لاعب ممتاز كيخرج البموارة بطريقة اه جميلة كيعطي اريح هي اللاعبين ديال وسط الميدان ودين الهجوم عندك لاعبين اه عندك ريدا سليم وعندك اه نافاتي عندك حمودة لاعبين سراع عندك مهاجم في مستوى المطلوب عندك لاعبين كلهم في فريق الجيش الجيش المالك عندك لاعبين مساوى نقطة ضعف ديالك وهي اه المدافعين كان يمكن لك تحسن مستوى المدافعين والتمركز ديالهم اه اللي كيكون التمركز الخطأ عندك تصلح ما يمكن اصلاحه ابن الشيخة كان قاري قاري المباراة وكيعرف فريق الجيش المالكي كيعرف العناصر ديال فريق الجيش الملاكي فوقف اللاعبين ديال الجناح الايمن والجناح الايسر اللي هم ريدا سليم وكذلك حمودة اه عندك اه وقف يعني الخسيارات التاكسيكية ديالي كنت مستوى بنشيخها فالعكس ديال دا كروز انه كان اه يعني ماعطاش واحد اضافة كبيرة لفريق الجيش الملاكي اه كين اللاعبين محيوز اهم زيان اه لاعبين اه هما اللي اه عندهم امكانيات كبيرة فا اه مزيان اه فعلا داك الشي اللي بغاي اللي بغاي اللي بغاي اللاعب موفيد الموفيد المراقبة دياله ما تكونش مكانش مستوى كانت مساندة تقدر تكون مساندة اللاعب اللاعب موفيد ونحدهم الخطورة دياللاعبين ديالاتحاد العاصمة فالجيش الملاكي الجيش الملاكي راح اه 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 الكبار اللي دازو فيه راعدهم لاعيمي في مستوى كوكانو دي كل اللعابة اللي يعني كان مستوى جهو فارق الجيش الملاكي فانتعف مع لعبتي معه فارق عادي يعني لاعب فارق عادي وما عرفت يشتقل المباراة واختيارة الطاكسيكية ديك لم تكن مكانش في مستوى المطلوب فما فهمناش حسن عندك لاعب الدراق لاعب كبير صارح حسن عندك حضراف عندك لاعبين يعني لاعبين في مستوى قدموا اضافة الفارق الجيش الملاكي فطريقة الطاكسيكية اللي كيلعب بها داك روز فما قامش بها فاد المباراة قراه المدرب بن شيخة واختيارة الطاكسيكية معا انه عنده فارق ضعف من فارق الجيش الملاكي تقريبا بخمسين في المية او لثلاثين في المية فاضعف منه وسجلعلك هدافين اه من 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 يعني كرة تابيتة فخصتك تصلح الاخطاء ديالك وتصلح تصلح الامكانيات ديالك اه الكرة التابيتة كتشكلك عائق خصتك تحسن ممستوى اللاعبين اه خصوصا في الكورات التابيتة اه كندرش على انه اه ما كندرش على انه اه داك روز خصتو اي 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 حسن ممستوى اللاعبين خصوصا في ضربات الاخطاء اه فكنشوفوا الارتقاء ديال لاعبين ارتقاء ديال لاعبين ديال اتحاد عاصمة اه هو اللي وملكانه يعني هم اللي كي يبالك هم اللي كي يرتقون الكورة فخصت اللاعي المدري بيخدم على اه اه اللي بالارطي ديال اه اللي خصوصا ديال اللاعبين ديال اه فارق الجيش الملاكي فا اه اه داك روز كدالك خاص اه يعني الادارة التقنية ديال الفارق الجيش الملاكي خصت تبريك معاه وخاصة ان اتعرف مكامن وسبب الخسار اشنا هو فا قصو يحسن من المستوى اه اللاعبين واعطينا منتوج كوراوي جيد كي يلقم الكورة قدام الوطنية اه وترضي يعني الجماهة ديال فارق الجيش الملاكي